طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي من جديد بجد التحية بيك كابتن ايمان وضيفها الكرام الف مبروك فوز النادي الاهلي واضافة ثلاث نقاط جيدة مهمة جدا في مشوار الدور الممتاز وخطوة من ثلاث خطوات مهمة جدا النهاردة انبي ان شاء الله بعد كده طرق الجيش وكمان سلمي الكرباطرة عاكم بنهاية المبروك مع الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة الف مبروك كابتن فوز مهم في توقيت مهم خاصة بقى مع النغمة بتاعت الفريق مشغول بأفريقيا والكلام ده قول يعني الحمد لله طبعا واحدة من اللقاءات المهمة بالنسبة لنا بترجع بها المباراة الدوري فكان كويس قوي حالة التركيز اللي كان فيها اللعيبها يعني الدوري واحدة من الاهداف الرئاسية والاساسية في الاهداف اللي حينيزين حقاها السنة دي عندنا مباراة مع طلع الجيش وم الجمعة وبعدين مباراة مع السلاميك يوم الاثنين وبعدين الاستعداد لمباراة الوداد يعني انا مش عايز اصبقى الاحداث خالص ومش عايز الكلام يبقى فيها كتير قوي مباراة الوداد وافريقيا بشكل عام يعني مهم جدا ان احنا يبقى في حالة هدوء شديد جدا بحيث ان انت لما تيجي مباراة الوداد بإذن الله وما قبلها يعني يبقى الاستعداد تصاعدي ما يبقاش فيها من دلوقتي خالص لان انت في النهاية لو بتتكلم من دلوقتي اعتقد ان الامر هيبقى سابق لقوانه بشكل كبير قوي نهاردة اربع عناصر الاسية مش موجودة في التشكيل اربع عناصر داخل وغيرهم ما حسناش بفرق الكلفة الى نهاردة 2-0 وجملة من الاهداف ضع كمان يعني الحمد لله طبعا يمكن تحضير اللعيب او تجهزهم سواء كان على مستوى الفني او المستوى البدني او المستوى الزهني ده مهم جدا بطولة الدور هي الاصعب لان انت بتتكلم على موسم طويل جدا بتعدي بمراحل كتير او سواء كانت اجهاد او اصابات او حالة فنية او ضغوط ضغط المباريات فالمهم جدا جدا الحاجات الاسسية والمهم اوي ان انت بقى كل جاهز كابتن ساني ممكن ضغطه 9 عطيام فهم 3 مباريات شايف ده هتتعاملوا معها ازاي خلاص الحمد لله اول خطوة ان بخدناها فالطراع الجيش خلاص 48 ساعة وانا بتطراع الجيش وبعد كده كمان سراميك الوحي خاصة الاختيارات دي خاصة طبعا بالجهاز الفني والراجل يعني لكن الخاص اللي انا اتمنى الناس كلها تاخد بالها منه ان احنا عايزين حالة هدوء شديد جدا في اليومين 3 اللي جايين في الخمس 6 السبعة ايام اللي جايين لحد ما تنتهي مبارات سراميكا ومن بعد مبارات سراميكا يبقى حالة التركيز تبقى موجودة بحيث انها تبقى تصاعضية يعني لكن من دلوقتي الناس بتكلم على مبارات اللي جايين طبعا هي نهاية افريقيا يعني تاريخ عظيم للنادي الاهلي اربع مرات متتالية عملها الاهلي يعني عملها مرتين عملها 2005 كان النهائي مع النجم السحيلي و2006 مع الصفاكسي و2007 مع النجم الثاني وبعدين 2008 مع القطن الكاميروني والنهاردة بتعملها اربع مرات متتالية برضو يعني 2020 مع الزمالك 21 مع كايزر تشيفز و22 مع الوداد و23 مع الوداد مرة تانية ده بالنسبة للأبطال الدوري الاهلي عملها ست مرات بس كانت بطلطين مع بعض 82 و83 و84 و85 82 و83 كانت الدوري الأبطال 84 و85 و86 كانت كاس الكوس بمسمها الأديم 87 رجعنا تاني الأبطال يعني انت عملت ستة فينال وراء بعض بس كانت داخلين بطلطين وراء بعض يعني فتاريخ عظيم جدا للنادي ولعبته والمنظومة ككل يعني لكن انا بقول ان احنا نهدى خالص يعني مهم جدا جدا نوصل لعيبة حالة هدوء شديدة جدا يعني حالة تركيز في الدوري الأولويات دلوقتي بطلط الدوري واحدة من الحاجات المهمة جدا لينا السنهادي عشان نوصل للمبارات طالع الجيش بشكل هادي جدا مفوش نرفازة وان شاء الرحمن يا رب بإذن الله ما يبقاش في اي حاجة خالص للإصابات في المباراتين اللي جاين بعد مبارات طالع الجيش وسرميكا نبنى نتكلم عنه ده ان شاء الله شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق